طيب جانب تاني عايز اتكلم عليه بخصوص القرارات اللي اتخذها الاتحاد الافريقي بالامس ونركز مع بعض لان انا مش هستعرض قرارات الناس اكيد كلها عارفة القرارات اللي تاخدت انبارح ولكن انا هفكر هفكر حضراتكم بحاجة احنا قلناها هنا من حوالي اربع شهور يوم 12 فبراير خشوا كده على قناة الاهلي على اليوتيوب او على الفيسبوك او على منصة اكس وهات حلقة برنامج التريند يوم 12 فبراير وقتها قلتلكوا ايه قلتلكوا كده بصوت عالي في عز ما كانت الدنيا كلها بتتكلم الاهلي عنده ازمة في المشاركة بمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية والاهلي هيتقرر مع نفس الازمة ومش هيرا فيلعب بالعبت الدوليين عشان كاس الأمم وقتها انا طلعت وقلت لحضراتكم ما فيش تعارض ما بين اقامة كاس الأمم الافريقية في المغرب مع مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية حلقة 12 فبراير بشوف من امتى من اربع شهور وقتها قلت ان الازمة عند المنتخبات مش عند الاندية ولفت الايام وشفت ان القارات اللي طلعت مونديال الاندية في معاده وكاس الأمم للمنتخبات هو اللي اتغير معاده لان الوقتها انا كنت اتكلمت مع حد في الفيفا ثقة جدا قال لي الاهلي هيلعب بكامل نجومه الازمة اللي حصلت من سنتين ثلاثة مش هتتقرر وما فيش تعارض وبنشوف ساعتها موعيد البطولة ووقتها انفرضت بيه اقتراحات ثلاثة قدمتهم الفيفا للاتحاد الافريقي تلعب كاس الأمم في مارس عشرين خمسة عشرين ولا تلعب كاس الأمم في ما بين ديسمبر ويناير عشرين ستة وعشرين ولا تلعب كاس الأمم في نهاية صيف عشرين خمسة وعشرين ولكن الاقتراح دا كان ليه شرط ان الاندية الاوروبية توافق لانها تتلعب البطولة بعد كاس العالم للاندية طبعا حصلت مشاورات على اكتر من اربع خمس شهور وفي الآخر الناس في أوروبا قدرت تمشي كلمتها على الاتحاد الإفريقي أنا بقولها كده بصريح العبارة وفي النهاية القرار اللي طلع بالاقتراح اللي قدموا الفيفا بإقامة البطولة في الفترة ما بين ديسمبر عشرين خمسة وعشرين ويناير عشرين ستة وعشرين فخلاص انتهت الأزمة وما فيش تعارض والأهل هي شارك بكامل نجومه زي ما قلت لحضراتكم وطمنتكم من حوالي أربع شهور طيب الحاجة التانية طبعا كسر الأمم خلاص من واحد وعشرين ديسمبر عشرين خمسة وعشرين لغاية تمنتاشر يناير عشرين ستة وعشرين وكل التوفير للأشقاء في المملكة المغربية في الاستضافة الحاجة التانية